تقول بأن إذا كان الزوج غير قادر على معاشرة زوجته وهو في الستين من عمره لكن يرغب ينام بجوارها وفي نفس الغرفة ولا يفعل شيء مما يعني تحتاج المرأة وهذا يضايق المرأة ويؤذيها المرأة الزوجة تصلي وتقرأ القرآن تقوم بجميع العبادات لكنها تتضايق من ذلك وتفضل النوم بمفردها هل عليها يعني ذنب والمرأة في آخر الأربعينات أختي أم محمد من جدة بارك الله فيك يعني بالنسبة لهذه المسألة يعني العشرة الزوجية ليست بالضرورة أن تكون في الفراش العشرة الزوجية هي حياة تشتمل على مجموعة حقوق مجموعة واجبات مجموعة آداب يعني ليست الحياة الزوجية فقط والله قضاء شهوة قضاء وطر لا الحياة الزوجية أوسع من هذا المعنى وهذا أحد مفردات وأحد أمور الحياة الزوجية وإن كان قد يكون من الأمر المهم فكونك أنت تقول والله أنا ما لي رغبة وأنا أحب أني أقوم الليل وأصلي أيضاً أصلي في الليل وأصوم وأقرأ القرآن تؤجريين وتشكرين على ذلك لكن اعلم يا أخت الفاضلة بأن حق الزوج من العبادة أيضاً فكونك أنت يعني تستجبين لزوجك كون يرغب أن ينام معك على فراش واحد وفي غرفة واحدة وإن كان ليس عنده القدرة على المعاشرة تؤجريين على ذلك احتسب الأجر احتسب الأجر وإذا رأيتي أنت استأذنينه تقول لي يا أبو فلان يعني تسمح لي بس أنا أخشى أني أزعجك أخشى أني أقلق منامك أنا أريد أصلي في الليل وكذا اسمح لي إذا سمح لك الحمد ما سمح لك لا تبقين معه بارك الله فيك